في التايم لاين في الجزء الصفلي بنلاقي مجموعة من الرموز اكبر ايه الرموز زيت الموجودة في التايم لاين رمز السماعة دوت لما بضعت عليه بيتظهر لي بعض الايكونات الايكونات ديت السماعة سولو لو عندي اكتر من صوت موجود هنا قادرنا انا اقول له انا عايز اسمع الصوت دوت بس ويقفل بقية ايه بقية التشانل بتاعت الصوت او تراكات الصوت الايه اللي موجودة يبقى دوت عايز اعمل صولو عايز اعاي اسمع اللي اتنين دول بس يبقى كده دوت بيعمل صولو طيب ده يبقى انا عايز الصوت دوت يعمل ايه يتقفل بس الصوت ده يتقفل الصوت ده يتقفل كله كده يبقى انا قفلت كل الايه الاصوات يبقى انا ممكن اقول له اسمع صوت واحد واقفل الباقي اوقف للصوت دوت وسمعني ايه باية الايه الاصوات الموجودة او تراكات الموجودة طيب عندي رمز تاني اللي هو الرمز دوت الرمز دوت بلاقي هنا بيكبرلي الحجم بتاع التراك و بيظهرلي مربعات المربعات ديت بتدل على ايه بتدل على السرعة او الاسبيت بتاعك الكليب اللي انا شغال عليه ازاي لو انا جيت على كليب مثلا من الكليبات بضغط على الكليب دوت وغيرت الاسبيت جيت قلت له من قائمة modify انا عايز اغير الايه الاسبيت بتاعك الايه المادة ديت اقول له change speed بدل ما هي مية في المية خليها خمسين في المية عمل ايه في المربعات كبرت عن الايه عن الباقي فمعناها كده ان هنا في ايه ان هنا في بطء في الكادرات الكادرات بعضت عن بعض طيب الكليب باقي ديت هتغط عليها من modify اقول له change speed وخليها 200 في المية الاقي هنا الكادرات قربت من بعض يبدأ بيفهمني ايه اللي حصل ايه الكادرات الزادت وايه الكادرات اللي قلت عندي في الايه في الشغلان اللي انا باشتغلها طيب لو انا جيت على الكليب باية زي كده عملت double click عليها وروحت الموشن وجيت هنا اقول له مثلا انشئ نقطة التعديل وجيت هنا كبرت الحاجة اوتوماتيك عمل ايه انشأ النقطتين اللي انا انشأتهم تحت الخاصين بالايه بالسكيل طب انا ممكن اتحكم فيهم اه انا ممكن كده اروح لهم وابتدي احرك النقطة بتاعت التعديل احرك هايمين او شمال اغير من ايه من موضحها يبا انا باشوف هنا نقطة التعديل الكي فريم اللي اتعملت جيت هنا عملت دوران وانشأت نقطة كي فريم وتحركت تاني وانشأت نقطة كي فريم تانية الاقيها ايه ظهرت عندي طب اغير هنا بص اوتوماتيك بتغير فوق معايا هنا تحت بيظهر كمان التغيير فوق يبقى دوت بيورين ايه الحاجات ديه طب بالنسبة للصوت ضو بلكليك عالصوت لو انا جيت انشأت نقطة للليفل وجيت هنا وقللت الليفل بتاعي الاقي النقطة عندي هنا ايه مش ظهرة عندي هنا النقطة يبقى الكي فريم اللي بتتعمل خاصة بالايه خاصة بالجزء بتاع الفيديو بس مش بتاع الايه بتاع التعديل اه في الايكون بقى اللي جنبيه تمام اللي هو الكليب اوبرليز قادر اضغط عليه اشوف بقى النقطة بتاعت مين بتاعت الاوديو اه جميلة قادر كمان بالمساواة بتاعتها قادر احرقها اقوى كمان من النقطة اللي ايه اللي فوق بتاعت اللي ايه اللي سكيل والدوران ان هو ما يدارش يحدد لقي الدوران لكن هنا هتعلي الصوت هتقللو بقدر اطلع بيها وانزل وبتتحدد الدرجة بتتكتب كلمة ايه دي بي قد ايه الدي بي بتاعها تمام وقدر احرقها مينو شمال فا تباني الرقم زاوية 12 الليل زي ما انا عايز اقدر ادوس على المفتاح الابشن او الالت او الاختيار وانشئ نقطة جديدة واسحابها الفوق او اسحابها التحت زي ما انا عايز اقدر اجيه على النقطة واعمل كليكة مين واقوله كلير انسحها لي ابان اقدر اعمل كلير للحاجة وامسح النقط بتاعتي من خلال ايه من خلال الرمز التاني اللي موجود عندي هقفل الرمز دو الرمز لما بضغط عليه بيبالي خطين الخط بتاع الصوت وعرفناه وفيه خط كمان فوق في الفيديو خط الفيديو دوة اللي هو الأوباستي الشفافية أقدر أن أنا أغير شفافية مادة أقدر أضغط عليها كده وخلي الأوباستي بتاعها بدأ يقل بدأ يقل أفلته خالص يبقى أنا على حسب الخط دوة بيبالي الأوباستي بتاع المادة أقدر كمان أدوس إيه الاختيار وأعمل أنشئ نقطة الاختيار وأنشئ نقطة عشان أغير موضع الإيه الأوباستي بتاعت اللي أنا عايز أنشئها والأماكن بتاعتها يبقى أنا كده عايز المادة تبقى ظهرة وبعد كده ترجع تختفي وبعد كده ترجع يتظهر تاعت يبقى دية الرمزين اللي عندي بتاعت طيب دوت بيصغر الارتفاع بتاع التراك كبر 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 أكتر عندي نساهم الصوار ده في حاجات كتيرة جميلة أوي في الفيديو فيلم ستريب لو أنا عايز أشوف الفيديو دوت عمل تصغير الأوامر ناقص وشفت زت تمام الأوامر ناقص أصغر الأيه الفيديو بتاعي وقدر أكبره زي ما أنا عايز أصغر هنا عشان أبقى شايف قد الفيلم ستريب ظاهر قوي هنا كده تظهر بس لأيه فأول الكدر أول الفيديو كدر صغير أو صورة صغيرة بتبقيل لأيه المحتوى لكن كده بقوله فيلم ستريب بيديني ايه كدريات كتيرة طيب بالنسبة للأوديو في الأوديو ويف ريم آه ده جميل جدا أكبر شوية أبقى شايف الصوت آه هنا مفيش صوت إياك نعبد وإياك نسعين يبقى أنا أقدر أشوف الويف ريم بدل ما أعمل double click وأشوف النقط بتاعتي لأ شايف هنا عشان أقدر أدوس على الرمز دوت كمان وأبتدي أستغل بقى النقط أقبى أعلى الصوت أعلى الصوت زي ما أنا عايز هتحكم فيه تماما زي ما أنا عايز يبقى الأوديو ويف فورم بيفيدني جدا السروق edit أنا أفرض أن انت جيت بتقطع الفيديو بتاعك دوت جيت بدات التقطيع وعملت التقطيع انت كده قطعت لكن انت ما فقدتش حاجة لانت لسه ما مسحتش أي جزء علمتي الفيونك الصغيرة الحمراء ديت هي العلامة اللي اسمها السروق edit معاناها أن انت قطعت فيديو لكن ما فيش أي كدرات انت فقدتها كأنك ما قطعتش بالزبط شو تابليكيت فريم لو في أي فريم متكرر بيبتدي يحط لي تحتي خط شو كليب لابل بابا عايز أشوف اللابل بتاع الكليبات او باخفل ايه اللابل دوت شو اوديو كليب نيم باخفل اوديو كليب نيم بيختيف الاسم او يظهر الاسم ايه بتاعها كمان الفيديو كليب نيم اقدر اخفيه او اظهره زي ما انا عايز من الحاجة بتاعتي طيب سيف التراك اقدر احفظ التراك دوت بالوضع الاختيارات اللي انا محددها و اديها اي اس ما انا عايزه عشان في اي وقت بعد كده اقدر اعمل ايه ريستور تراك واختار الحاجة اللي انا كنت حفظتها يرجع للاختيارات لانها مش حجمها كتير اقدر اعملها يعدوي كل مرة طبعا اللارج والسمول هو نفس الرموز الصغيرة اللي هنا ده اللارج وده اللي اصغر منه وده اللي اصغر وده السمول اصغر ايه واحد دي الحاجات اللي تحت طب هنا هنا بقدر ان انا ايه اتنقل في التكبير والتصغير كده انا مصغر ايه الحاجة جدا ومقرب الحاجة من بعض شفت انا كله ظهر معي هوسع التكبير ابتدي اكبر الحاجة عمش اقوط ادرك ايه اتحرك عشان اتنقل بقى الايه بالكلبات اللي ايه اللي مرزهرة عندي اللي بقدر اتحرك بي ايمين وشمال عشان اشوف الايه الشغل اقدر هنا امد المادة عشان تبقى ظهرة كلها معي في الشغل وممكن كده اصغر تمام يبقى اديها بتتكبرلي وصغرلي على حسب ما انا عايز اللي ايه الشغلانة بتاعتي احنا اتبقى ايه خط صغير كده الخط الصغير الغريب دوت ده معناه ايه معناه الهد موجود فين الهد موجود في النقطة دي على يميني يبقى انا لو ضغط عليه بيوضينا عند الهد مباشرة والخط الصغير الرفيع دوت ده مش عيد في البرنامج ده ايه ده مكان الهد اللي انت واقف فيه عشان لو عايزت توصل ايه للنقطة دي مباشرة عندك